اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مصلحته الآنية اذا خلينا نتعرف على توقعات الابراج لهذا اليوم الحمل يبدو ايضا بطاقة جيدة ومتقلبة ومتذردبة وهي فرصة طبعا للقيام باجراء تغييرات وتعديلات ولكن ربما ايضا على وجه السرعة منسى ذكرك انت تجتاز وقت جيد وقريبا تظهر امور كثيرة في حياتك ايجابية الثور هذا اليوم تبدو ايضا متردد ومتقلب وذومزاج ربما حائر وبالتالي حاول قدر المستطاع ان تصل الى يعني استقرار نسبي خلال منتصف هذا اليوم الجوزاء هذا اليوم تبدو بحالة ايجابية وبطاقة عالية لكن لا تزال بحاجة الى مزيد من الدعم لا تزال بحاجة الى مزيد من الحفاظ على وضعك المالي السرطان هذا اليوم تبدو ايضا في حالة تردد في حالة تقلب ايضا ليس هناك استقرار عام لدى اصحاب برج السرطان لا تزال الجوانب ربما النفسية او البدنية او التغيرات اللي طرأت في العمل او ربما التغيرات اللي طرأت في حياتك الاجتماعية تؤثر عليه خلال هذا اليوم تحديدا وبشكل بارز الاسد هذا اليوم تبدو بحالة لست يعني في حالة يعني مريحة وايضا تعاني من تقلبات وتعاني من ربما جفاء الاخرين او تجد الاخرين نقص عليك بشكل واضح جدا وقد يكون شعورك الداخلي هو الاكثر تأثرا ليش لانه الزوايا الان ضدك فبالتالي عليك ان تصبر قليلا العذراء وقت جيد ووقت ايجابي لكن بمرور الوقت نبدأ نشعر انه لسنا مؤهلين لقيام امور ربما في مجال العمل في مجال المال وبالتالي ايضا لنتبه لك كثيرا لصحتنا الميزان في ظل اجواء تبدو افضل نتجه باتجاه الحصول على مدخرات مالية او ربما نبحث عن بعض المطالب والمكاسب الوظيفية تحديدا خلال هذه الفترة العقرب تبدون بحاجة الى مزيد مزيد من التأني في وضع ربما الكثير من الامور في نصابها حاولوا استرجاع علاقة عاطفية حاولوا القيام ببعض التعديلات المنزلية وبالتأكيد انتم الان في فترة افضل لكن بشكل عام في منطقات المراوحة القوس هو وضع افضل نسبيا لكن لسنا مؤهلين لقيارة امور كبيرة لسنا مؤهلين لقيارة اعمال ومشاريع ضخمة بالتالي علينا ان نعمل بشكل مبدأ الخطوة الواحدة كي تنتهي هذه المرحلة الجديد في ظل اوضاع تبدو جيدة لكن مزيد من المصرفات المالية قد يكلفنا اعباء كثيرا في العمل اعباء كثيرا في حياتنا الاجتماعية لذلك ان ننتبه لهذه النقطة وان نراعي كثيرا من الامور ايضا الاجتماعية والمهنية الدولة في ظل اوضاع تبدو افضل لكن لا نزال بحالة شد وايضا الكثير منها يتابع عمال اضافية ما نستذكرك انه انت بفترة تقلب واحذر ايضا من الامور ايضا العاطفية ماليا انت تتطور باتجاه افضل اخيرا اصحاب برج الحود تبدو في حالة ايجابية تبدو في حالة ربما افضل لكن هذا اليوم قد يطرأ يعني عليك نوع من المتاعب نوع من الصعوبات يعني النفسية وحذاري من زيارة ربما يعني فترات العمل حذاري ايضا من الدخول بمشاريع يعني مالية كبيرة فبالتالي عليك هذا اليوم ان تكون اكثر هدوء وروتينية كي يعني تتجنب هذه الامور اكيد الله اعلم بذلك مشاهدين اعود للزملاء لكن بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة